يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بكل أهلوية حلقة نهاية الأسبوع ونهاية الأسبوع يعني شامفينز ليج الحقيقة عشان نعرف بس إن كرة ملاهاش كبير يعني لو فيه يوم لو فيه يوم يأكد على فكرة إنه الكرة ملاهاش كبير وإنه وفيش نتيجة مضمونة وإنه المقدمات والأرقام والقيم التسويقية والتاريخ والبطولات ما لهمش علاقة بالتسعين دي اللي جواه الملعب يبقى هو مبارح يبقى إحنا بنتكلم على مبارح مبارح كل الكبار واعتقد كل التوقعات نهارده كل الكبار تعثروا ما فيش استثناء كل كبار الأوروبا وكل المرشحين على الأقل الوصول يعني لآخر المشوار مش أقول لك لتحيي اللقب توصل مثلا مربع ذهبي توصل مثلا مبارانة هائية تعثروا أمام فرق تقريبا مش مصنفة تقريبا محدش يتوقع أنها كانت تحقق النتائج دي في مباريات مبارح ريال مدريد تعثر أمام شاختار وكأنه كتب عليه قدام الفرقة الضعيفة أو الغير مصنفة يكون دايما مفاجآت باريس سان جيرما تعثر قدام بانفكا منشس سيتي تعثر طبعا قدام كوبنهاجن الدنماركي اللي ناس كتير جدا كانت معتخذة أن المباراة دي هتكون كارنفال أهداف ولكن انتهت المباراة بالتعادل السلبي اليوفي يعني تعثر قدام فريق نكرة فريق ملوش أي مستوى أو أي تصنيف من أي نوع وطبعا ممثل المحتل الكيان الصهيوني خسر بنتيجة 2-0 فالحقيقة درس مهم جدا مفيش مباراة محسومة مقدما مفيش نتيجة مضمونة قبل ما تلعب والتسعين دقيقة هي الفايصل في النهاية بمناسبة الكلام على شامبيونز ليج وبمناسبة نحن بدأنا شامبيونز ليج هيكون كمان الشامبيونز ليج الأفريقي حاضر في حلقة النهاردة معنا وبمناسبة ده سؤالنا لجمهور نادي الأهلي في حلقة النهاردة مرتبط بالصفقات الأهلي أو الظهور الأول للصفقات الأهلي في الموسم الجديد هو ما هو تقييمك لأداء شادي حسين وبرونو سافيو فأول ظهور لهم في مواتشات الأهلي في الموسم الجديد نسمع رأيكم ونستعرض طبعا جزء من عرائكم في نهاية الحلقة طيب نفكركم قبل ما نبدأ ونقول عنوين الأخبار بمتشات النهاردة النهاردة عندنا جولة مهمة جدا يمكن المواجهة الأبرز أو المواجهة المنتظرة بالنسبة لجماهير الكرة المصرية هتكون مواجهة ليفر أو ليفر بول طبعا بقيادة محمد صلاح في مواجهة رينجز الإسكتلندي واحدة من المتشات الجماهير الكرة المصرية هتباحها النهاردة طيب لغاية لما تجهز بقية المتشات خلينا نروح لأهم العنوين والأخبار محاضرة وتأسيمة في ميران الأهلي وفقرات خاصة لحراس المرمى عمار حمدي يواصل التأهيل قبل العودة للتدريبات الجماعية كولر يمنح أحمد عبدالقادر تعليمات خاصة وليفر بول صلاح في مواجهة استعادة الثقة أمام رينجز الإسكتلندي بدوري الأبطال على عهد الدسان أربع أندية إنجليزية تنافس ريال مدريد على ضم إمبابي في يناير نستعمل مع حضراتكم مرة تانية وندخل بس الأول طبعا نهاردة عودة الفريق للتمرين مرة تانية استعدادا لمبارات يوم السبت إن شاء الله التمرين النهاردة كانت تمرينة صباحية بداية كانت محاضرة من قصة الكولر للعابين بعدها مجموعة من التدريبات البدنية وبعد كده تأسيمها وطبعا ميشيل يانكون نشتغل مع حراس المرمى كل التوفيق كلام طبعا ويمكن هنقول ده النهاردة في جزء من البرنامج على قصة التشكيل والطريقة اللي هيلعب بيها وأعتقد أن المباراة اللي جاية فيها ريحية تقدر تخلي لعابتنا وجهازنا الفني يقدموا كرة أفضل كمان من المستوى اللي شفناه في مباراة البداية في مباراة تونس حاجات كتيرة جدا تفرق أرضية الملعب تفرق حضور الجماهيري لغاية دلوقتي طبعا زي ما قلت حقاكم من بارح لتابع حلقة الباحة الأهلي طالب طبعا أنه يكون في حضور جماهيري في مباراة العودة بكامل ساعة ملعب الأهلي ويئة السلام ما تم الموافق عليه لغاية اللحظة دي هم العشر تلاف لكن أعتقد أنه الطلب ممكن أن هو يقبل بشكل كبير جدا وخصوصا طبعا أنه الأهلي بيمثل كرة المصرية ما أعتقدش يعني ممكن يكون فيه موانع بشكل أو آخر لكن في النهاية القصة مش عند اتحاد الكورة ولا هند طبعا وزارة شبابه الرياضة ولا عند الاتحاد الأفريقي اللي علم موافقته طبعا قصة عند الجهات الأمنية ونتمنى إن شاء الله نطلب النادي الأهلي يلقى القبول عمار حمدي وأنا الحقيقة السنة دي تراهن على عمار بإذن الله إن شاء الله يكتمل شفاءه أو يكتمل البلنامج التأهيلي اللي موضوع لي بشكل كامل هيكون بإذن الله واحدة من أهم الأوراق اللي موجودة في سكواد النادي الأهلي النهاردة بيواصل طبعا البرنامج الموضوع لي أو المحطوط لي الخاص بالتأهيل البدني عشان يرجع مرة تانية يبدأ بقى يدخل بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية غاب عنا يمكن عمار يعني فترة طويلة جدا بسبب الإصابة الأخيرة اتنين من الأوراق اللي افتخذوا من أهلي الموسم من الأخير بسبب إصابة طويلة جدا طبعا كان أكرم توفيه وعمار حمدي نتمنى إن شاء الله إن هم يكونوا من القوة ضربة للأهلي الموسم ده كلام كتير الحقيقة مرتبط كمان بأحمد عبدالقادر والحقيقة أحمد عبدالقادر من اللعيبة أو من الأوراق اللي تقدر تران عليها دايما اللعيب اللي بيملك الحلول ده هو العملة الندر وأحمد عبدالقادر واحد الحقيقة تقدر تران عليه في إيجاد الحلول أي إن كان المركز اللي بيلعب فيه يعني أحمد عبدالقادر ممكن جدا يلعب عشرة وممكن جدا يلعب جناح وفي المركزين الحقيقة كان بيلعب ده مع سموحة بشكل جيد جدا ومع الأهلي طبعا كجناح شمال قد معروض ولا أروع وأعتقد أنه لعيب مش محتاج لسه ياخدوا الثقة لعيب واخد ثقة جمهور النازي الأهلي ويمكن ميستر كولر مركز مع عبدالقادر في بعض العناصر كده اللي ميستر كولر بشتغلهم بشكل فردي بيحاول يوجد عندهم الحافز بيحاول يطوع يحاول يوظف من إمكانياتهم بشكل يخدم مصلحة الفريق وأحمد الحقيقة محتاج أو كل مش أحمد بس الحقيقة كل نجومنا محتاجين دعم من جماعينا في الفترة دي أنك تحط الثقة وأنك تقوم في ظهر لعيب لعيبتك ونجومك لغاية لما إن شاء الله بإذن الله يوصلوا للي إحنا كلنا بنتمنى أو بنحلم به الموسم ده يكون موسم الحقيقة كله بطولات وإنجازات للنادي الأهلي بيشتغل معاه على أكتر من جزئية فكرة التصويب من مسافات بعيدة فكرة التحرك بكرة ومن غير كرة فنتمنى إن شاء الله وأنا قلت أنه أحمد الحقيقة من اللعيبة المصرية العيلة جدا اللي ممكن يوصل لبعيد 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 لأنه إمكانياته تسمح له بده المهم يفضل يشتغل ويتور من نفسه طول الوقت ويستفيد من كل خبرة تدريبية بيشتغل معها سواء في النادي الأهلي أو إن شاء الله بإذن الله حقا عندي صقة كبيرة جدا أنه هو يكون موجود مع منتخب مصر طيب نروح لماتش النهاردة ساعة 9 تحديدا مواجهة نارية وأعتقد أنه مستويات ليفر بول في الدوري الإنجليزي بتحتم على أورجين كلوب وبتحتم على نجوم الفريق أنه هم يفكروا بشكل أكتر تركيز في بطولة الشامبيونز ليج لأنه مازالت فرصتهم خائمة النهاردة عندهم ماتش في اسكوتلندا على ملعب جلاسكو رينجلز اسكوتلندي مباراة تكون صعبة بكل تأكيد لكن في النهاية مازالت فرص ليفر بول في محاولة على الأقل يحاول أو على الأقل هدف ممكن يكون ممكن تحقيقه لأنه أنا أشوف أن البطولة البرامير ليج بقت بعيدة قوي على ليفر بول صعب يعني صعب في ظل كمان السنة دي عندنا الأرسنال محدش يقدر يعني يقول أنه الأرسنال مش فريق مرشح الأرسنال حتى اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها متصدر البطولة على حساب كل العمل على حساب الستي على حساب تشلسي على حساب تاتنهام على حساب يونايتد على حساب ليفر بول نفسه فالأرسنال السنة دي غير السيتي طبعا مرشح فوق العادة يعني مستويات أكتر من رائعة ومع وجود هالند والأرقام والأهداف اللي بيعملها هالند ما تقدرش تستبعد المان سيتي وحتى من غير وجود هالند لازم ترشح السيتي كبطل محتمل لمسابقة البريمير ليج تاتنهام مش بعيد تشلسي ابتدى يرجع يونايتد لازم هيقوم فبالتالي فرص بعد أكتر من تعصر آخرهم طبعا قدام الأرسنال ما عندهمش غير الشامبينز ليج واعتقد عليهم أن هم يركزوا في بطولة الشامبينز ليج لأنه فرصهم أكبر بشكل كبير طيب أفكركم بمناسبة لقاء رينجز وليفر في ماتشاط للشامبينز ليج النهاردة تعالوا نشوف هيكون عندنا ماتشاط ايه تانية هي الجولة دي يعني مش أحسن يعني ما فيهاش الكلاشات أو الماتشاط أو اللقاءات اللي ممكن تنتظرها ويبقى فيه كده إجماع عليها لكن في النهاية عندنا النهاردة نابولي في مواجهة آيكس طبعا بعد خسارة فادحة لآيكس عم السيدان بنتيجة الستة واحد عندنا كلاب روج في مواجهة أتلاتكو مادريد عندنا رينجز اسكوتلندي في مواجهة ليفر بول عندنا بورتو البرتغالي في مواجهة ليفر كوزن عندنا البرسا في مواجهة الإنتر ودي ممكن تكون أقوى مباراة النهاردة هتجمع بين الفرقتين بعد ما الإنتر في جوسيبي ميادسا قدر يخطف أو يخطف البرسا بهدف أنا شايفه عكس سنة المباراة وشايف أنه البرسا كان الأخطر والبرسا كان الأحق بالفوز في المباراة لكن في النهاية اللي بيكسب لكن في النهاردة على كامب نو أعتقد أنه برشلونة فرصة هتكون قوية جدا في مواجهة الإنتر ويمكن تكون أقوى مباراة من حيث أسماء الفرقة اللي بتشارك في المواجهة دي عندنا فيكتوريا بيلزن في مواجهة بارميونيخ عندنا فرانكفورت في مواجهة توتنهام وعندنا سبورت انجليش بونا في مواجهة مارسيليا دي مباريات جولة النهاردة من الشامبيونز ليج خلينا نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل مع حضراتكم مع ضيف معنا من النمسا هنتكلم الحقيقة عن مشاركة طبعا سالسبورغ في بطولة دوري الأبطال اتعادوا لإمبارح حققوا الفريق بما أن النمسا كانت واحدة من محطات مارسل كولر المدير الفني النادي الأهلي اللي يبقى لازم نقف مع المحطة دي وهنتكلم بالتفاصيل بس بعد الفاصل طيب خليني بس أطمنكم على مباراة الأهلي والجهراء الكويتي في البطولة العربية الشوت الثالث انتهى لصالح النادي الأهلي بنتيجة سبعين تمانية واربعين وإن شاء الله بإذن الله الأهلي في حالة فوزه النهاردة يواصل مشواره ويكون في مواجهة كازمة الكويتي اللي نجح في التغلب على التحاد السكندري وأقصى من البطولة هنتابع سبعين اتنين واربعين مش تمانية واربعين وبالتالي إن شاء الله بإذن الله الأهلي قريب جدا من حسب نتيجة المباراة نتمنى التوفيق في الوقت المتبقي من مواجهة الأهلي والجهراء خلينا نروح الأول فقرة الجي بي اس تعودتوا عليها في كل يوم أربع من السادسة ونشوف رغم أنه حقيقة يعني كله مش في أفضل أحواله ولكن ما فيش منع ناخد جولة مع اللاعبين المصريين المحتلفين في الخارج ونشوف أرقامهم ونشوف شكل مشاركاتهم مع فرقهم في الدوريات المختلفة كانت إزاي الإسبوع ده البداية هتكون من إنجلترا وتحديدا طبعا مع المو محمد صلاح هنروح لليفر بول في مواجهة الأرسنال الأخيرة اللي انتهت لصالح الأرسنال بنتيجة 3-2 طبعا شارك محمد صلاح وتم تغييره أثناء المباراة النتيجة انتهت 3-2 زي ما قلت لحضراتكم كان لي محاولة وحيدة على المرمى 3 مراوغات نجح في 2 منهم 19 تمريرة تمريرة بنسبة دقة 89% كي باس 1 بس خسل الكرة 5 مرات تقييمه في المباراة كان 6.5 درجة وليفر بول حاليا في المركز العاشر برسيد 10 نقاط طبعا في انتخاذات وفي دغوط رهيبة جدا على محمد صلاح اختبار الحقيقة دايما كنا نتكلم على عقلة صلاح واللي نجح في استغلالها بشكل عمل مع النقلة النوعية على مدار سنين طويلة جدا خصوصا في واحد من اهم الدوريات وقدر يوصل للقب شامبينز ليج وقدر يوصل لقب بريمير ليج وقدر يكسر كتير من الأرقامي قاسية ودايما حاضر كهدف للبطولة السيزن ده اختبار صعب لمحمد صلاح نتمنى له النجاح فيه نروح لسام مورسي اللي بيلعف الإبسويتش تاون طبعا شارك فيه على مدار المباراة بنسبة دقة 80% التمريرات المفتاحية واحدة المحاولات على المرمى اتنين نجح في انقص فرصتين التقييم 6.7 درجة وفريق سام مورسي حاليا إبسويتش تاون في المركز الثاني في جدول تلتيب الليج وان برصيد 30 نوع طبعا إبسويتش تاون في الليج وان مش في الشامبينشيب حتى والليج وان هي اللي بعد الشامبينشيب على طول برامير ليج الشامبينشيب ليج وان نروح بعد كده لألمانيا عمر مرموش فولسبورج الألماني عمر طبعا شارك فيه تعادل فريق الأخير أمام أوغسبورج بنتيجة واحد واحد شارك لمدة 75 دقيقة كان له محاولة وحيدة على المرمى خمس مراوغات ما نجحش غير في واحدة منهم لمس الكرة 40 مرة 18 تمرير على مدار مدة مشاركته بنسبة دقة 56% تمريرات مفتاحية واحدة اتحامات هوائية 12 نجح في 9 فيهم ويحسب ليه الحقيقة أنه يعني الأرقام دي بتقول أنه قدر يطور من نفسه في ألعاب الهوى على الرغم أنه يمكن يعتبرش لعيب يعني طويل القامة قوي دوبالكو التمريرات الخاصة بألعاب الهوى تقدمت تقدم رهيب وعنيف عندنا أمثال على ده كتير جدا لعيبة ما تعتبرش من اللعيبة الطويلة قوي لكن قدرت تعلي من قدراتها على فكرة التكاف وبقينا بنشوف تمريرات مخصصة لجزئي تلعاب الهوى دي تتورد بشكل عظيم يعني خسر الكرة على مدار المباراة 22 مرة تقييمه في المباراة دي كان 7 درجات وفولفزبورج حالياً في المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الألماني يعني بنتكلم طبعاً على ترتيب متأخر إلى حد كبير هنسيب بولفزبورج ونسيب ألمانيا وهنروح لباريس لا مش باريس بقى لنونت تحديداً لفرنسا بس يعني هو التوريفال هو اللي طلع فتوريفال يعني باريس لكن هنروح لنونت تحديداً أفسي نونت فريق محمد مصطفى محمد طبعاً نجم هجوم منتخب مصر شارك فيه خسارة فريق والأخير أمام ران بنتيجة 3-0 وشارك مدة 90 زيها كان يمحولتين فقط على المرمى لمس الكرة 43 مرة تمريرات 21 بنسبة دقة 57% تمريرات مفتاحية واحدة كلهم متفقين على واحدة الاتحامات هواية 17 نجح في 12 منهم خس الكرة 18 مرة وتقييمه 7 درجات ونونت حالياً في المركز 19 برصيد 7 نقاط يعني الأوضاع بالنسبة المعظم محترفين الأسبوع ده مش في أفضل أحوالها لكن على كل أحوال دي كانت أرقامهم ومشاكل ومشاركاتهم مع فراغهم في الدوليات المختلفة قبل ما نروح لضفنا من النمسا سمحونا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتنا دي هتكون نظرة سريع جداً على ماتشاط مبارح في بطولة الشامبيونز ليج وهيكون معنا من النمسا جوج زيل هوفر وهو المدير الفاني السابق طبعاً لفريق رابط فيينا النمساوي واحد من أشهر الفرق النمساوية إن لم يكن أشهرها خلينا بداية طبعاً نشكره على مشاركته معنا في السادسة ونقوله أهلاً وسهلاً بك على شاشة الأهلي وشرف لنا وجودك معنا وبداية طبعاً خليني أبدأ بالسؤال على مواجهة مبارح إزاي شفت التعادل ما بين ساليس بورج النمساوي ودينو مزغر في بطولة في الجولة الرابعة من بطولة دولي الأبطال شكراً جزيلاً هنا في نمسا كانت مباراة رائعة الفريق النمساوي ساليس بورج يلعب بطريقة رائعة وأقدم نتائج رائعة أمام تشلسي وأمام ميلان وأمام دينو مزغر هذه الأندية أندية معروفة أندية كبيرة ونحن هنا في النمسا سعيدين جداً بهذه النتائج وفرحنين للغاية بفريقنا ساليس بورج وعلى فكرة هذه المجموعة مجموعة قوية أيضاً وأعتقد سوف يخرج منها المرشحين للفوس باللقاب طيب قبل ما تكلم على فرصه في البطولة بداية نحية ساليس بورج مش بس الموسم ده لكن في مواسم سابقة قدر يلفت النظر بشكل كبير جداً وقدر يقدم مجموعة من الأسماء اللي منها حتى العيبة انتقلت لأكبر الأندية والدوريات في أوروبا إيه سبب تقلق السنوات الأخيرة بالنسبة لساليس بورج إيه هي التركيبة اللي وصلت الفريق لحالة دين وقدر ينافس الكبار في أوروبا نعم فعلاً فريق ساليس بورج النمساوي يمتلكه ريد بول هذه الشركة العظيمة التي تمول الفريق من ناحية المالية بشكل رائع وقوي نعم نمتلك مدير إداري سبورت ديريكتور مدير رياضي جديد أتى غير الفلسفة استطاع أن يطور الفريق والمنظومة والنادي بشكل عام غير السيستم والفريق والمنظومة أيضاً ريد بول استطاعت أن تعمل على ضخم أموال كثيرة لجلب لعبين صغار في السن شباب لعبين بـ 2 مليون يورو على سبيل المثال من وجه تظري نعم هذا المبلغ أو هذه المبلغ ليست كبيرة ولكن استطاع هذا المدير الرياضي بالتعاون مع الفريق ومنظومة الفريق والإدارة أن يركزوا على استقطاب لاعبين أقوية يمتلكون كواليتي الرائع وقوي وهذه هي الخطة والفلسفة التي استطاع أن هذا المدير الرياضي مع الإدارة في الخمس أعوام الماضية أن يلعبوها على ذلك دعني أذكر لك نابي كايتا وماني على سبيل المثال أصدقاء زملاء محمد صلاح خرجوا من هنا من سالسبرج النمساوي أيضا هالند على سبيل المثال قبل دورتموند ثم من سيتي الآن هؤلاء النجوم أتوا من سالسبرج النمساوي هذه هي الخطة هذا هو النجاح نحن هنا في سالسبرج في النمسا بالتعاون مع المدير الإداري الجديد هذه هي الفلسفة وهذا هو السيستم الذي نعمل به طيب أروح لمرة تانية لفورس سالسبرج في الشامبينز ليجل اللي بعتقد أنها ورغم تعادل الإمبارح اللي حصل مع دينامو زغرب لكن نتيجة المباراة التانية أو نتيجة مباراة مواجهة تشالسي والميلان اللي انتهت بخصارة الميلان طبعا بنتيجة 2-0 حطت أو أثرت بشكل إيجابي جدا على فرص سالسبرج في الوصول نحن نتكلم على بعد أربع جوالات من أصل ستة سالسبرج في المركز الثاني ورد شالسي وده بيخلينا نفكر هل بالفعل عنده فرصة أنه يحافظ على قدرته على التأهل لأدوار بعد كده وإزاي بتشوف بقية المشوار أو بقية المباراة المطبقية بالنسبة لسالسبرج في الشامبينز ليج أعتقد صعب جدا لأن المجموعة قوية المباراة القادمة سوف يلعب أمام تشيلسي ثم أمام ميلان وهذا خارج البلاد خارج الديار ميلان فريق قوي أيضا نعم تعادلنا معه واحد واحد وحصلنا على نقطة فهذه المباراة أيضا صعبة والمباراة الأخرى أمام تشيلسي مباراة صعبة فلابد علينا من الفوز سواء الفوز أمام ميلان أو تشيلسي وهذا صعب من وجه نظري من خلال البدايات أو المطشاط التي تلعبت في بطولة الشامبينز ليج من الفرة التي ترشحها أو شايف أنها لديها القدرة على أنها توصل لتحقيق اللقب في نهاية البطولة نعم أعتقد هناك فرة قوية كثيرة المرشح من وجه نظري هو من سيتي مع بيب جورديولا من سيتي أعتقد سوف يحصل على اللقب هذا العام فريق قوي نعم استطاع أن يقوي خطوط هجومه مع هالند وستقطاب هالند وأعتقد أن هالند سوف يساعد أيضا بتطوير والنحية التهديفية أكثر وأكثر مع من سيتي وسيكون مرعب وسيكون من وجه نظري هو المرشح ريال مدريد أيضا استطاع أن يحصل على اللقب العام الماضي وأعتقد أن بايرن أيضا بعد رحيل ليفندوسكي وأيضا ميسي أيضا مع باريس سينجر من أعتقد هم المرشحون طيب أعتنال معك لنقطة تانية ويمكن الحقيقة من خلال يعني تدريبك لفريق رابد فيينا ومن خلال متابعتك لكورا نمساوية بالتأكيد تبعت المرحلة التي تولى فيها المدير الفني السويسري مارسيل كولر مهم التدريب المنتخب النمساوي بداية ازاي بتشوف المرحلة دي وإيه تقييمك لإمكانيات وقدرات مارسيل كولر مع النجاحات طبعا لحقاها مع منتخب النمسا أنا أعرف مارسيل كولر بشكل قوي وتربطني بيه علاقة قوية نعم أتفق معك هو درب درب الفريق النمساوي فريق نمسا خمس ست أعوام من أعتقد ذلك وهو فعلا من 2011 ل 2016 أو 2017 خمس أو ست سنين فعلا مارسيل كولر ساهم بشكل كبير جدا في تطوير الكرة وتطوير المنتخب النمساوي نعم أتفق معك استطاع أن يبني فريق قوي وبدأ من الأساسيات يعني ساهم بشكل كبير جدا واستطاع فعلا أن يصل لمراحل متقدمة وأيضا فعلا قدم نتائج رائعة واستطاع أن يحصل على بعض الألقاب مع النمسا أو يساهم في أن يكون هناك فريق مرعب أو قوي يكون يصبح عانيد أمام الفرق القوية أيضا فعلا استطاع أن يطور الفريق من ناحية الهجومية ومن ناحية الدفاعية هو يلعب الكرة الشمولية أو الشاملة وهو يستطيع لديه القدرة على تطوير أي منظومة أو أي فريق من كل النواحي التكتيكية سواء الدفاعية أو الهجومية وأعتقد أن أنه فعلا ساهم وعمل الكثير والكثير والكثير للمنتخب النمسا واللكرة النمساوية أو الكرة في النمسا مهم جدا أن مارسل كولر أيضا درب فرق كثيرة وفي ليجا مختلفة هناك أيضا واستطاع ذلك أن يساهم ويساعد كولر في تطوير الفريق ما يحتاجه مارسل كولر لكي تنجح التجربة مع منتخب النمساوية أعتقد هو الركز في البداية على أن يستقطب لاعبين ألابا على سبيل المثال من ريال مدريد على سبيل المثال وهو بدأ يتطبع يتطبع لاعبين المحترفين في الخارج وهذا هو العامل الأساسي الذي ساعد مارسل كولر أن يتطبع اللاعبين ويتابعهم ويركز على اختطاب لاعبين أقوية أصحاب كواليتي رائع يساعدون ويساهمون يساعدونه شخصيا في تطوير أو تنفيذ أفكاره وفلسفته فعلا كان هناك نقطة أساسية في تجميع اللاعبين والقرب منهم والتعاون واللعب معهم فهذه عوامل كثيرة ساعدة مارسل كولر وهو الشخصية قوية تستطيع أن تصنع ذلك بشكل رائع هو فعلا مدرب رائع مدرب عظيم فعلا وأنه فعلا يستطيع أن يصنع اللاعب أيضا الذي ينفذ أفكاره في الملعب جورج زيلهوفر المدير الفاني السابق لفريق رابد فيينا يعني سعيت جدا وتشرفت بلقاءك وكل التوفيق طبعا لسالس بورج في بطولة تشامبينز ليج وكل التوفيق طبعا للكرة النمسوية شكرا جزيلا لك على وجودك معنا ومشاركتك معنا في السادسة فاصل ونفرد ورقنا ونتكلم بتفاصيل أكتر عن كلا تشامبينز ليج كلا دوري الأبطال سواء الأفريقي أو الأوروبي وعن مواجهات النهاردة بالتأكيد وعن الصفقات المنتظرة في أينال لأننا بدنا نسمع عن قنابل بتبتدي يعني تزهر من دلوقتي خلينا نروح للتفاصيل بس بعد الفاصل أول الكلام نبارك لعملقة النادي الأهلي عملقة فريق السلة اللي حسم اللقاء ربع النهائي في مواجهة الجهراء بنتيجة 93 و54 وتأهلوا لمباراة نصف النهائي اللي هيوجه فيها إن شاء الله فريق قزمة الكويتي واللي تأهل طبعا على حساب الاتحاد والمباراة إن شاء الله هتكون يوم الجمعة اللي جاية بإذن الله إن شاء الله خطوة جديدة في مشوار التتويج بافتتاحية الموسم بالنسبة لألقاب وبطولات النادي الأهلي وكل التوفيق لرجالتنا إن شاء الله في بقية مشوار البطولة بالنسبة كزمة الحقيقة فريق يعني مش تيل قوي لكن الحقيقة وأنا بتكلم على طبعا فكرة أنه كسب الاتحاد وخصوصا مع سيناريو المباراة كان روكا بيقول لي عندهم لعيب حكاية جايب نص يعني الاتحاد غسر مية واربعة هو جايب تلاتة وخمسين بوينت من المية واربعة فبالتالي طبعا لعيب أمريكي محترف أعتقد اسمه كيفين ميرفي إذا صح كده طب بما أنك صحقت بالاسم أرحب بيك أنت وخالد فاروق عصام طبعا وخالد عامر المتقلقين دوما في السادسة كل يوم أربع مع الكرة العالمية مساء الخير وأهلا وسهلا بيكم زال فل عندنا جولتين مهمين جدا في اتنين بما أن نحن بدأنا تشامبيونزليجي الأفريقي فنتابع معكم بعد كل يوم أربع مع كل جولة كده الدنيا ماشية وأكيد طبعا تشامبيونزليج الأوروبي المش جاي على الهوى السندي طيب خلينا نبتدي بتشامبيونزليج أو بدول اتنين وتلاتين في تشامبيونزليج الأفريقي الأول أبرز النتائج أو أهم نتائج اللي لفت نظركم مخصصا أن الجولة كان فيها كتير من المفاجآت خصوصا مع الكبار هو الأسبوع ده مش الأسبوع الكبار لا في أوروبا ولا في أفريق باستثناء الأهلي طبعا اللي حقق الفوز خارج أرضه على اتحاد المونستيري أبتدي بمطشط 32 معك يا فاروق شايف النتائج إزاي وأكتر نتيجة لفتت نظرك أكيد طبعا النتائج تعصر الكبار سواء الوداد المغربي أو التراجل تونسي أمام فرق نيجيرية أكتر في المنتخب باللعبة المحترفة وما كانش فيه اهتمام بالدور المحلي لكن نتائج الأندية النجيرية في البطولة السنة اللي بتقول إن فيه استثمار كده موجود في الكرة النجيرية على غرار أكتر من دولة في أفريقيا بقى فيه استثمار في بعض الأندية الجديدة لأن معروف كان نجيريا كان نادي إن يامبا النجيري هو اللي مسيطر على الكرة محليا حتى وأفريقيا لكن دعا في أفريقيا دول يعني تقوم وترجع يعني في فترة من فترات كان عشان تيكوتوكو مثلا أسي كابتجان القطن الكابيروني جي شوية أن ينبا مازينبي يعني في دول بتقوم وتقوم على حسب الاستثمار يعني هو في أفريقيا على حسب الاستثمار يعني نادي مثلا زي مازينبي اندسر فترة ورجع فترة على حسب الاستثمار اللي كان موجود سواء كان موجود رئيس الاتحاد الحال اللي كان موجود في مازينبي أو اللي بعده وحاليا الاستثمار موجود لسه في مزينبي فهو على حسب الاستثمار في الأندية الأفريقية وده ما بيدومش كتير يعني الاستثمار ممكن يدوم لخمس سنين بيبقى النادي صعاد ممكن تلاقيه في نص النهائي بيبقى موجود في دور المجموعات بعد كده المبارنة لكن بعد فترة بيبقى فيه اندصار شوية واعتقد ده اللي موجود حاليا في الكورة النيجيرية طيب نستعلق معاكم نتائج المتجرة عشان لو برضو نفكركم بها بأنه كذا يوم دي جولة 32 طبعا يانج أفريكنز الاول المريخ السوداني في مواجهة أهل ترابلوس بنتيجة 2-0 صالح المريخ نتيجة طبعا على ملعب المريخ فكات نتيجة منطقية يانج أفريكنز تعادوا الواحد واحد مع الهلال السوداني اسكو كارا توجو خسر على أرضه على ملعبه بنتيجة 1-2 قدام شبيبة القبائل الجزائري جامعية نجلك النيجر خسر 0-2 الأرض ملعبتش مع أصحابها الجولة 0-2 قدام الرجاء الرياضي المغربي كيب تاون الجنوب الأفريقي خسر بنتيجة 0-3 قدام بيترو أتلاتكو عالم العابه برضو نتيجة جديرة جدا طبعا فيبراس الأوغاندي تعادل 0-0 مع مازينبي الكنغولي الاتحاد المونستيري خسر على أرضه وسط جمهوره من الأهلي نتيجة 1-0 هتقولنا التقيل بقى هتقولنا التقيل جاي نيجيريا مكسرة ده لا بس سيشال خسر 7-0 في ملعبه من سانداون سانداونز جاي ايه كشهر عن أنيابه قتق النتيجة طبعا وقتق السكور في الجولة ريفرز يونيتد ما سمعتش عنه قبل كده من نيجيريا بواحدة من المفجئات طبعا طبعا حتى وإن كان على أرضه وعلى ملعبه بس أنه يكسب الوداد حامل اللقب بنتيجة 2-1 ونفس النتيجة تكررت من بلاتو يونيتد أيضا الناجيري في مواجهة الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 2-1 أعتقد أن نفجتين دول هنوح عن دفعا وأنديها السامية جديدة طبعا أعرفنا ما نسا بقول لك أنا أول مرة أسمع على بلاتو ولا ريفرز بريميرو دي أجوستو أو الأول من أغسطس الأنجولي خسر 1-3 على أرضه برضو قدام سيمبا التنزاني وأسي كميموزا خسر على أرضه برضو أسي كميموزا كود ديفوار على أرضه 1-0 من هورويا كوناكري الغيني بعد كده دي جوليبة المالي بنتيجة كسب بنتيجة 2-1 على شباب رياضي بروزداد وفلامول بورون دي خسر طبعا هي طبعا تلعبت عندنا هنا بس هي المباراة التي تحسب أنها على أرضه خسر بنتيجة 0-1 قدام الزمالك المصر النتاج مريبة جدا الأرض خلاص الأرض يعني ما بقتش مقياس وبعدين بغض النظر عن موضوع الأرض إحنا بس لو يعني لو 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 نخلي الصورة عشان أو ممكن نجمع من بوال تمام يلا يلا نجمع الترجي بيخسر من 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 فرقة نيجيرية زي ما احنا كنا نحن نتحدث لو خسر من إنينبا كنت ممكن نتخيل كنت ممكن نتفهم أنه بيخسر من إنينبا بس بيخسر من فرقة أول مرة تظهر في الحياة بلاتو يونيتد ريفرز يونيتد كذلك يعني مفاجأة كانت بالنسبة لي وأي حاجة ماشية يونيتد معادة منشستي هو اليونيتد العايد اللي واقع من ضمن المفاجآت بالنسبة لي أنه بريمير دي ايجوستو بريمير دي ايجوستو ده كان سامي فاينال 2019-2022 وفرقة قوية جدا على الأرضها قوية جدا تخسر على الأرضها فريق لطيف ما عنديش مشكلة في ده بس مش على أرضي أخسر ثلاثة واحد وأنا فرقة كبيرة يعني بريمير دي ايجوستو فرقة كبيرة مش فرقة سهلة تتغلب على أرضها سيمبا أوكي تمام أحمد نحن ناخدين حد من سيمبا ولعبنا سيمبا وشوفنا هم قد إيه بفرقة قوية على أرض ملعب بس على ملعبهم برا ملعبهم مش بهذه القوة في أنه بريمير دي ايجوستو يخسر ثلاثة واحد أنه بقى سك مموزة يخسر من حريا كونكري أعتقد فيها أن شباب بلوزداد حتى وإن كان خارج ملعبه بس يخسر اتنين واحد في المباراة نتائج بتدل على زي ما كان فاروق لسه بيقول حالا فكرة الصعود والهبوط فكرة أنه وزي ما أنت ما كنت بتقول الاتسفيز كل فيز بيبقى بزبط مرحلة كل مرحلة بيبقى فيها صعود دول أو صعود فرق وهبوط فرق أخرى لأنه زي ما هنشوف نيجيريا رجعت تاني بس مش رجعت بالاسم الأشهر اللي عندها اللي هو إنينبا رجعت باسمين من بره الموضوع فهي فيز بتطلع وتنزل الحاجة الوحيدة الثابتة في إفريقيا هي مصر الفرق المصرية في إفريقيا هي الأهلي تحديدا بيجي بعديل زمالك وقيمة مصر في إفريقيا هي القيمة الثابتة الوحيدة اللي موجودة في دورة أبطال إفريقيا خلينا نقول مين اللي عنده يا أحمد اللي ممكن شكل تهديد في النسخة الحالية أو تبقى في نسخة قوية نقول نهاية ممكن تكمل لو بنتكلم أعتقد أن سينبا بقى في استقرار وفي تجارب كويسة ماميلوزي سانداونز أعتقد كمان من الفرق العمدار السنين اللي فاتت كانت مكملة بشكل كويس سمعت كمان نعمل مركاته السنة دي قوي جدا وبعدين كوريتهم معروفة وفي استقرار فأني يبقى لهم فترة بدرو أتليتكو كمان أعتقد أنه هو مشروع كويس جدا في فانجولا والبطولة للنسخة اللي فاتت كان بيقدم مباريات قوية جدا شوفونه في ملموعة هو تأهل على حساب الزمالك وكانت مبارياته كويسة جدا وعندهم كورة فممكن النسخة دي هو كسب حتى مباراة الزهاب وأعتقد أنه هو خلاص شبه حسن التعب وكان ند كمان مع الوداد اللي وصل في النهاية لللقب بالضبط فدولة الأندية اللي احنا نقدر نقول لسه بقى النسخة النيجيرية دي محتاجين نشوف هل هيكملوا المفاجأة ولا لا وأعتقد لو كملوا المفاجأة وحد فيهم أزاح الوداد أو التراجي هيبقى فرقة يتبقى مفاجئة آه لازم تتتحق في الحسبات مفاجئة دور الـ 32 القوية جدا والتراجي أو الوداد ما يخشوش دولة مجموعات دي هتبقى يعني قوية ياريت يعني بس العبو فاردون يعني بطل النسخة الأخيرة من دور الأبطال يخرج من فرقة أول مرة تظهر في التصنيف يعني تبقى غريبة أنا دايما بحب النادي العالي يواجه الفرق الأفريقية أكتر من فرق الأشقاء الشمال أفريقيا بحس المباراة حتى لو الفرقة الأفريقية هي أفضل من فريق الشمال أفريقيا ولكن فيه كده شوية يعني لما تلعب لعب من شمال أفريقيا هو لعب شبهك أفكاره زيك عنده انتزام تكتيكي كبير لكن لعب الأفريقي ممكن شوية يعني أنا اختلف معك في النقطة دي يمكن ده كان زمان لكن في الخمس ست سنين اللي فاتوا لا يعني أو في التلات أربع سنين اللي فاتوا ما بتهليش أنه في فريق في أفريقيا قدر يتعب النادي الأهل وهسسني من ده مباراة النهائي لأن أنت عارف المباراة النهائي الأول ما كانتش فائر يعني المباراة دي لو تعملت في ظروف طبيعية عشر مرات الأهل يكسب سبع أو تمانية ولو داد يكسب اتنين يعني هو هبقى فير كمان لكن أنت كذبان الوداد في آخر تلات سنين رايح كاي كذبان الترجي رايح كاي كذبان الرجاء يعني فيش حد في أفريقيا أرهاقك حتى من الكبار مع كامل التقدير والاحترام كلهم عندها كبيرة جدا طبعا وبالتأكيد مرشحين للمنافس علاقة لكن أنت في السنوات الأخيرة أنت قدرت تتروض شمال وجنوب صح؟ يعني متفق بنسبة ومختلف بنسبة لأنه لأ التجارب مع شمال أفريقيا طبعا مع الوضع في الاعتبار أنه الأهل كان الأكثر حظا عليهم في فترات كبيرة جدا من الزمان تتكلمت في آخر خمس سنين تخسران ثلاث نهايات الثلاثة من شمال أفريقيا لازم نحط في الاعتبارات برضو وإحنا بنتكلم آه فيها عوامل خارج الملعب وفيها اللي بيقال أنه هو بفعل فعل والمصطح لهم بحبش أقوله ولكن اللي هو الواضح جدا بالنسبة للجميع بس ده ما ينفيش أنهما فرق لازم تحترم في الملعب جدا طبعا طبعا ونفسين وحترامين لازم تدينهم جدا بالزرق بس هو الاحترام المنافس ده سواء الأشقاء أو سواء أي فرقة ده جزء من الرياضة تمام جدا ما عندهش مشكلة في ده بس هو زي ما كان فرق ما بيقول لو لازم تحترم الأشقاء في شمال أفريقيا أكتر من غيرهم لأنهم ما شبهك وعارفين أنت بفكر إزاي لأنهم يفكروا زيك حتى نفس المنتاليتي في الملعب نفس الروح نفس الجرينتا في الملعب فلا يعني يعني إحنا محتاجين نبص بصة مختلفة كيف نواجه فرق شمال أفريقيا خاصة في الحقبة الحالية بتكلمش تاريخيا لأنه تاريخيا آه أنت متفوق عليهم بايفار كمان مش بنسبة قريبة يعني بقولك لو استسنين المشهد في النهائي أنت التسعى واخدها على حساب الوداد رايح جاي والزمالك هنا في مصر اللي قبلها واخدها على حساب الرجاء واخد سوبر على حساب الرجاء واخد سوبر على حساب نهضة بركان اللي بعدها واخدها على حساب كنت واخد فيها التراجي رايح جاي واخدتها في النهائي لحساب كايزة تشيبز في نسخة طلعت سام داونز اللي كذبك وبعدها طلعت التراجي وبعدها لعبت الوداد طلعت وبعدها ولعبت الوداد تاني ولعبت التراجي تاني أنا ما عندش مشكلة ولعبت الرجاء ما عندش مشكلة في كل ده الفكرة اللي أنا بتتكلم عليها هي اللحظة الأخيرة اللي هي اللي بتدوم بعد كده في Forever لما بتيجي تلاعب الفرق بتاعت شمال أفريقيا نحكم بس خليني حتى ده ده كان سؤال حلقتنا النهاردة للناس زهر الأهلي الأول مرة تحت قائلات مارسال كولر خليني أخذ رأيكم في صفقات الأهلي لزهرت تقييمكم لشادي حسين جميل وبرونو سافيو في مباراة الأهلي والتحاد المنستين برونو أنا أعجبت بيه من الوهلة الأولى يعني بغض النظر بقى بغض النظر عن هو حتى يبقى لعيب كويس أو لا بس فيه كده بوادر بتظهر بوادر المهارة الفردية ما كانتش موجود أو مشوفناهش من سنين كتير في الدوري المهارة البرازيلية اللعيب اللي بيقدر يدي كعب يودي أحمد عبدالقادر في الوينج الوحده اللعيب بيقدر يعدي واحد على واحد بشكل بمهارة اللي هو السهل الممتنع ودي حاجة هتمتعنا وتمتع جمهور النادي الأهلي وأعتقد أنه هو عنده كتير وحتى المركز اللي لها فيه هو مركز رقم 10 أنا بالنسبة لي كان جاي من الفيديوهات اللي شفناها ومن الكلام عنه كوينجر أو كان راس حربة وممكن يلعب راس حربة لكن هو تواجد في مركز النادي الأهلي مع أفشا أعتقد هيبقى فيه تبادل في الأدوار ما بينه وبين أفشا كويس جدا وكان فيه حاجة مهمة بقى شادي حسين عملها وأنا لاحظتها إن أغلب التمرات اللي كانت جياله وكانت جياله من خط دفاع النادي الأهلي ليه لأن كان فيه ترانزيشن بيحصل ما بينه وبين سافي وشادي حسين كان بينزل وهو المدرب لما شاف بروفايل شادي حسين بقى عارف إنه هو مهاجم متحرك هو مش راس حربة فأنا هطوع تشكلتي وطوع أفكار المهاجم متحرك إزاي إن أنا خليه فتح لي مساحة وينزل بقى هو أغلب الوقت هو اللي بيستلم الكورة على حدود منطقة الجزائي النادي الأهلي وبيدخل برونو سافي وبيدخل طاهر محمد طاهر جوه المنطقة فده كان بيبقى فيه وجود مساحة في تفاعل التحاد المنستيري وأعتقد إن شادة هيتم استخدامه في الحتة دي لكن أنا عايز أشوف النادي الأهلي اللعيبة اللي موجودة تقدر تودي زي ما شفنا في منشستر سيتي مع معها جوبيب جوارديول الموسم اللي فات كله قال من منشستر سيتي مش محتاج لعيبة منشستر سيتي بياخد الدوري ومباراته كلها بيكسبها لكن لما جاء إيرلينج هالند بقى فيه اختلاف كبير لأن العيبة الأهلي تقدر تودي راس حربة لو في راس حربة كويس ولو شادي قدر يستثمر اللعيبة اللي حواليه وزكاء أحمد عبدالقادر ومهارته ووجود برونو سافيو وجود بيرسي تاولا وكان هيبقى موجود ووجود طاهر ووجود حسين الشحات فيه لعيبة كتير تقدر كراس حربة تستفيد منها فاعتقد التجارب كانت كويسة والتجربة حتى هو لو مش صفقة جديدة بس بالنسبة لي فرق في الملعب اتنين لعيب محمود متولي وأكرم توفيق أكرم توفيق هو أكتر لقاهم صفقتين عن نعب اعتبرهم صفقتين جولاد معلومة أكرم توفيق هو أكتر لعب استخلاص للكرة في المباراة إن المباراة دي هي أول مباراة لي بعد الإصابة الحاجة الوحيدة اللي كان أكرم لسه محتاج وقته ده طبيعي لعيب في العالم هيبقى محتاج الوقت ده فيها هو الميس باس اللي كان موجود شوية زيادة لأن حساسية المباراة مش موجود لكن غير كده هو أكتر لعيب استخلاص للكرة هو أكتر لعيب كان موجود في خط الدفاع عمل تاكلينجات أو قطع للكرة ما شاء الله ربنا يحفظهم ويحميهم الإصابات يعني إحنا بنتكلم على سكواد الحقيقة ما يختلفش عليه اتنين وإنت عندك بره كمان يعني بره مش بس اللي على الدكة حتى اللي مش جاهزين عندك سبعة تمانية دوليين يعني من العلف الرازة يعني إحنا بنتكلم على كواليتي لعيبة موجودة وإن شاء الله بإذن الله برضو تاني بأكد الأهلي إن شاء الله بإذن الله هيعمل صفقة بوم هتكسر الدنيا إن شاء الله والسكواد ده خالد محتاج صفقات زي ما كانوا كان فيه كده نغمة موجودة إن الأهلي محتاج تدعمات ومحتاج صفقات إنت شاء الله بإذن الله ده كان محتاج كل الصفقات اللي كان السوشال ميديا أو الإعلام بيتكلم عنها بص أنا أنا واحد من الناس اللي قعت في الخطأ ده إن أنا قلت إن الأهلي محتاج صفقات لإن أنا ما حطتش في حساباتي إنه فيه عدد كبير جدا من اللعيبة المميزة اللي هترجع من الإصابات واللي هتريح من الإجهاد الكبير اللي كانت بتعاني منه لما بدأوا يرجعوا من الإصابات ولما بدأت أشوف المباراة الودية ولما بدأت يعني أعود أمسك وألم وكتب التشكيل بتاع الأهلي بعد الإصابات والإجهاد والكلام ده كله اتشفت إنه لأ أنت الأهلي ما كانش محتاج صفقات بقدر ما هو كان محتاج يعني زي الكلمة اللي أنت قلتها دي يا لأن كنت بقولها لنفسي عودة عمر السلائه يا صفقة جديدة عودة أكرم توفيقها صفقة جديدة عودة عمر حمدها صفقة جديدة كل اللعيبة التوب كلاس اللي رجعوا تاني لتشكيله وجاهزين إن هم يبريفورم بالتوب كواليتي بتاعه هي صفقة جديدة 100% بالنسبة للأهلي الصفقات اللي ضمها الأهلي وإن كنت شايف إنه كان محتاج تدعيم في مركز واحد لأنه أنا مش مؤمن قوي بموضوع التوظيف أنا مؤمن بموضوع التخصص وفي الحالات الاستثنائية نوظف تمام أنا كنت مؤمن إنه الأهلي محتاج بلاي ميكر ليه أفشا بيحصل له دروبات كتير بدنية البدني بيأثر على الجانب الفني فكنت محتاج واحد يعمل روتيشن مع أفشا بشكل مستمر عشان تريح أفشا عشان تعمله الروتيشن المطلوب ده برونو سوف يقدر يعملها بشكل عشان كده بقول لي فاروق أشكرك لأنه أكتر واحد مميز بالنسبة لي وإن مش هحكم عليه برضو لسه ولا على مارسل كولر ولا على أي حاجة يعني مارسل كولر مثلا في المباراة فكرة الترانزيشنز اللي كان بيعملها اللي كان فاروق بتكلم عليها من 4-2-3-1 لـ 4-4-2 في الحالات الدفاعية والـ 4-4-2 مش ثابتة مرة بتلاقي شاري حسين هو الوينج رايت وطهر محمد طهر هو اللي جوا مرة بتلاقي أحمد عبدالقادر هو البلاي ميكر وبرونو سوفي هو اللي عفل وينج فكان فيه روتيشن كبير جدا في الملعب الفكرة في ده أن أنت عندك لعيلة بتعرف تلعب في أكتر من مركز ولكن فكرة التخصص مش التوظيف لألي كان محتاج بلاي ميكر بس خلاص المركات وخلص مفيش بلاي ميكر جيل حتى دلوقتي برونو سوفي هو الخيار الأمثل للروتيشن مع محمد مجدي أفشا ردا على سؤال فاروق لا الأهلي بالشكل ده مش محتاج خالص بس أنا براهن على صفقة تانية تبقى ما حصلتش بإذن الله في مركاته يناير بإذن الله مش عفا لا في يناير بمعلمات أنت مخبيها ألاك لا بس هو يعني أنا كنت مستعجل جدا على الصفقة وكان نفسي تحصل قبل بداية الموسم لكن قدر الله مش أفعل لأسباب كتير جدا ما تمتش بس شايف أنه ده خير وشايف أنه ده أفضل لأنه الظروف لما تيجي تعمل صفقة ممكن جيد بالذات لما تكون أجنبي سيبك من الصفقات المحلية كل عندها ممكن تعمل صفقات محلية في مركاته يناير لكن الأجنبي الخامس بتاعك وكل عندها تقريبا خلاص يعني عملت صفقتها بزرط أنت شفت الخواجة كمان يعني مستر كولا شاف الأماشة اللي معاه عاد جربهم في 7-8 مطشات عارف هو عايز إيه فهم أو إيه الحتة اللي نقصة في البازل عنده عايز يقفلها السوق كمان بتاع يناير فيه أبشن ما كانش موجود عندنا كان ودي في مصر بقى لنا 3 سنين هو التزامن أنت دايما كل موسم انتقالات عندك بيحصل بتكون الأندية أو المسابقات التانية قفلت قوائمها وابتدت مسابقتها عشان تفاوض نادي أن يسيب لك لعيب هو بيلعب بي مستحيل تصبح صعبة جدا جدا ومش هيعرفي عوض هل لازم يستنى مركاته اللي بعد لكن أول مرة بيحصل فبتهيالي دي هتدي أريحية شوية لإدارة نادي في الاختيار طيب حاجتين بقى هو أنت تخيلت مثلا أنه ممكن في يوم الأيام راس حربة على شماله في الفوضن أنا بشوف في الفوضن واحد من أهم وأخطر الأجناحة في العالم دلوقتي وفي اليمين مثلا كيليان مبابي هل السيناريو ده ممكن يحصل لسه فارو بيكلم أنه الناس سألت لك السيتي يا جماعة مش محتاج صفقات هتجيبه صفقات تانية لي فرح راجل خابت هالند في بداية الموسم كسر الدنيا الكلام النهاردة على أنه كيليان مبابي ودع على عهدة الماركة في أسبانيا ولي باريزيان في فرنسا أنه كيليان مبابي اتكلم مع دارة باريس سان جرماء أنا ماشي في يناير قالوا طب إحنا موافقين بس بشروط مجموعة شروط أهم شرط فيهم أن نروح في أي حتة معادة فين معادة فين أنت عارف طبعا فين معادة طبعا ريال مدريد يعني يمشي بس ما تروحش ريال مدريد وداخل في الصفقة دي أندية إنجليزية منها المان سيتي منها ليفر بول منها شلسي ومنها اليونايتد إيه قصة ميلاد مش موجود بدي قيمة بقيمة باقتر باقتر اللعيبة داخل طبعا دول أغلى لعيبة على مستوى العالم كيليان ينبقى في الصدارة بمية وخمسة عشر عادة في رعوني لنتكلم خد بالك خد بالك دي الأرقام الرسمية في أرقام تحت الترابيز وفي أقود رعاية وفي أقود رعاية وفي صفير مش عالب بطولة إيه ومزق من الإعلانات فالرقم ده ممكن يبقى مضاعف يعني يعني مثلا لو نمار هنا محطوط نمار محطوط بـ 78.5 نمار واخد في لقب سفير بطولة كاس العالم رقم تقريبا يوازي الرتب السنة الماو خمسة شهر الكلام اللي طلع في الوقت بتاع توقيع كلام اللي بابي على تجديد تعقود مع فريس سان جرمان كانوا بيقولوا أنه هو داخل في 900 سبعمائة وخمسين تسعمائة بالعقود بالرعاية 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 داخل في 900 مليون تبتخل الرقم ده رقم 9 ده أندرياس نيست نيست لكن هو حاليا هو موضي عاد مع فلفل ياباني وعمل حتى شركة السمارية مع ملاك النادي وأعتقد أنه أتكلم مصرح أنه ده آخر موسم بعد كده يرجع برشون تخد بالك برضو فكرة رحيل إنبابي في التوقيت ده إيه لو يشتروا مثلا خفيتشا أو يشتروا يعني حد ولا إيه يعني أصد أقولي أنه باريس سان جرمان عينه على لقب دول الأبطال ولسه بدري قوي عشان تسيب لعيب زي كيلين إنبابي في يناير أعتقد بتصعب بشكل كبير من فرص هي كانت فكرة من بقاء وأعتقد أن فلو ممكن يتفق معاه في الموضوع ده لأنه كان موضوع معروف جدا بس محادي يتكلم فيه كانت فكرة بقاء إيه في باريس سان جرمان هو وجهة دعائية القطر قبل كأس العالم فكانت فكان باريس سان جرمان والإدارة القطرية لباريس سان جرمان مش مستعدة على الإطلاق إنها تخسر النجمها الأول والببليسيتي اللي جاية من وراء قبل كأس العالم كأس العالم يقلص في شهر 12 كلين ينبابيلا وعايش ينشي في يناير باستلام أبتكر على الله مفيش مشكلة فيه ثلاث أسباب كلمت عنها مركة ده اللي هي قدت لغضب كلين ينبابيلا ثلاث أسباب دول إيه هو كمان غضبان آه ما هو السبب رحيله للغضب لأنه جادت عقده لسه في المشهر 5 فأنه يغير قناعاته فخلال ثلاث شهر في حاجة حصل ده بيلعب بطريقة إن الكرة بتاعت يا جماعة يعني الكرة دي بتاعت ما هو ما كانش وما ها بعد النجوم في الفريق يعني كلهم سوبر ستارز يعني ميجر ستارز لو كان هو لعيب ما بيفكرش في الأمور دي ما كانش حط بند في عقده يسمح له إنه هو الإدارة تاخد رأيه استشاريا في أمور إدارية دي أول مرة تحصل في تاريخ الكرة وأول مرة يبقى لعيب ليه رأي فأسباب غضب كده يعني ببي أو أسباب اللي هي قدت إنه هو يطلب الرحيل ودي كانت صدمة بالنسبة لجماهير البي أس جي أول حاجة كان نيمار لأنه هو اتصرب إنه هو ما كانش حابب نيمار في الفرقة والسبب مش علاقته بني مار خالص يعني سبب إنه هو عايز نيمار يمشي مش علاقته بني مار السبب اللي هو قد للسبب التاني في غضبه إنه هو مش عايز عبر رأس حرب ومش عايز يبقى موجود في مركز رأس الحرب لأنه هو بيشوف إنه وجوده في مركز رأس الحرب بيقلل من عدد عدد الأهداف اللي بيسجلها وهو دايماً بيطمح لمركز كريستيان رونالدو في ريال مدريد المركز اللي هو في وجود كريم بنزيمة كان موجود لكن الهداف واللي كان عليه العين واللي كان بسجل أكثر سير سيفل لأنه هو موجود في مركز الجناح الشمال أو المهاجم التاني اللي هو بيتفتح له المساحات وقدر يسجل لكن اللي موجود حالياً في البيسجي في المركز ده هو نيمار فعشان كده كان عايز نيمار يمشي الحاجة التالتة يا خلد قبل ما تروح للحاجة التالتة وتأكيداً على كلامك نفس اللي حصل في 2018 ما كانش هو المهاجم الصريح كان بيكاتن سايب من على الوينج وكان هو أخطر لعيب موجود فده أكيداً على كلام فروق إنه هو نفس الموديل أو نفس النموذج بتاع كريستيانو رونالدو أمبابي عمله بالفعل ونجح فيه جداً فهو عايز يرجع له مرة تانية هذا تأكيداً على كلام مع وجود ميسي يعني لما حصلت صفقة ميسي أنا كنت متوقع إنه كيلين أمبابي هيبقى جناح شمال ميسي جناح يمين نيمار في القلب إيكاردي قدامهم إيكاردي يعني ده كانت التركيبة المنطقية حتى أنا ساعتها قلت يعني يا بختك يا إيكاردي يعني أنت بيلعب تحتك نيمار وعليمينك ميسي وعلى شمالك إمبابي فأنت يعني في النهاية أنت بتلعب مع ثلاثة هم ملأت تلعب أن قدوم ميسي هو سبب من أسباب الرحيل لأن السبب الثالث لغضب كيلين إمبابي هو علاقة ميسي بنيمار لأنه هو دايماً شايف أن علاقتهم هم مقربين لبعض حتى داخل الملعب وهو كان شايف أنه حيان الوقت بقى أن أنت زي ما الآيبة كانت تبص لكريستيانا لأنه دايماً كريستيانا عنده قدو زي ما الآيبة كانت تبص لكريستيانا وتديله كرة عشان هو يخلص دلوقتي حالياً دا ما بيحصلش لأن دايماً فيه سنائية ما بين ميسي ونيمار ما بتعجبوهش في وقت كتير وحتى ده اللي المفعال ده ظهر قدام الكاميرات وظهر في الملعب بيبقى فيه تمريرات موجودة كيلين إمبابي بيعترد قدام الكاميرات وبيخرج من الهجمة وبيروح على جنب بشكل غريب جداً نفخ دوله حجم يعني مع احترامي الموهبته أنا مقدر شنكر موهبة كيلين إمبابي طب أقول لك حاجة بس ما هواش بعظمة الأساطين دليل على النفخ دليل على النفخ يعني مقارن مثلاً إمبابي بفرنسا في فرنسا مثلاً زين الدين زيدان زين الدين زيدان أدى عشرة إمبابي لما قارنه بتاريا أونري بتاريا أونري بعشرة كيلين إمبابي إيه سر الإيدو العنيف حتى دول قولة دول نجوم صفه دول نجوم صفه أول أنت لما تقرن باتريك فييرا باتريك فييرا كقيمة في الملعب أنا مش متفق معكم خالص إزاي أجانس ده كيلين إمبابي أنا مش عايز أقول أنه هو أفضل من تيريون ري أو أفضل من زيدان لكن كيلين إمبابي لو استمر بمستوى ده يحقق إنجازات لمنتخب فرنسا والنادي هتفوق كل الأصادير اللي إحنا بنتكلم عليها دي لأنه هو لعيب زكي جدا لعيب عنده كل مقاومات المهاجم طب نرفل مايج بتعفروها جماعة حاليا ما هو إيرلينج هلند ما نقدرش نقول أنه هو أفضل من كل أصدير لكن الكورة الحديثة دلوقتي بتتطلب مقاومات وبتتطلب لعيبة بتتطوع للأفكار الحديثة كيلين إمبابي هو المثال للمهاجم اللي يجب أن يكون في كورة القدم الحديثة لعيب سريع لعيب عنده مهارة لعيب بيسجل من أنصاف الفرص بيقدر يسنع فرص لنفسه فهو حاليا أعتقد والمستقبل بالنسبة له مبشر جدا وحاجة أخيرة لعيب كويس أخر حاجة عارب بريس سانجرمان طالب كام في كيلين إمبابي لسه الخبر ده طالع في مركة قبل ما جي يعني من ساعة ومن ساعتين طالب كام للأنديا اللي عايزة كيلين إمبابي في يناير 400 مليون يورو بعد التجديد لأنه هم جدد هو أمشي وإحنا عايزين نصر مليار فالرقم ده لما يدفع في العيب اللي حق يتغرر بصو صديقي أنا هختلف معاك في نقطة صغيرة جدا كرة القدم في المقام الأول مهما كان أو مهما بلغ نجومية اللعيبة اللي فيها هي لعبة جماعية تمام الفارق ما بين فرنسا 98 وفرنسا 2002 فرنسا 98 كانوا أندر دوكس مش معروفين أوي بيلعبوا بالتيم سبيرت تياري عنري زيدان جور كياف كل الجيل بتاع 98 ما كانش معروف قوي فكان بيلعب بالتيم سبيرت لما تعرفوا وده بقى تياري عنري وده بقى زين الدين زيدان وبتاع راحه 2002 خرجوا من دور الأول ومعرفوش يرجعوا غير لما رجع التيم سبيرت تاني في 2006 إلى حد ما مبابي لو فضل زي ما انت بتقول بنفس الأداء الرقمي اه هيحقق أرقام قياسية كتير بس مش حققق إنجازات لأنه هو عمره ما كان بيلعب بالأداء الجماعي اللي كان بيلعب عليه تياري عنري وزين الدين زيدان هو لو أخذ دور الأبطال هيبقى مفيش بطولة ما أخذهش هو الأهم من دور الأبطال بس أنا أنا متفق معكم إن أنا ضد اللي بيعمله دلوقتي وضد النفخة الكذابة اللي هو أخيد أنا ضدها تماما لكن هو كلعيب كورة لا هو العيب لا يعلع عليه مين أحرف؟ أنا أقرى كده دماغكم مين أحرف؟ رونالدينيو ولا ليو ميسي؟ لا السؤال صعب على حسب هرد بنظرة فلسفية أنا بس أقل السؤال واضح أحرف أحرف؟ مين أحرف؟ أحرف كورة؟ مين بعيب أحرف؟ رونالدينيو طبعا رونالدينيو طبعا مين أفضل؟ مين أعظم؟ ميسي؟ مين أحرف كورة إذا كانت عالية رونالدينيو مثل拉د ميسي كان يبقى أفضل وأكسف؟ الله يفتح عليك مين يعني لو كان كمّل بعمر ميسي أو كان البقاء أو الطب بتاعه كمّل مش أقول لك فخمس سنين بس هما البرازيلييين كده لا لا لاند شوية دا في قصص تتعلق لأ رونالدينيو دا دينيلسن رونالدو أدريانو رونالدينيو أدريانو قدريانا ده بيجيبوه دلوقتي بيقولك ده دخل كرتال بين وحاجة كده صح في ساعة ده في قصة على الرونالديني انا بس مش عايز يعني بس نقوله على هوا كان رونالدو البرزيلا رونالديني ولا زيدان رونالديني أحرف طب مين أحرف رونالديني أحرف أحجي عشان ما نعودش هنا واخرف راس حربة لسه أحرف راس حربة كان رونالدو طبعا رونالدو نازاريو طبعا طبعا فرونالديني تخيل كمل الاستهطار وكمل إيه ده لا ثاني أنا عندي سؤال لا أنا عندي سؤال رونالديني ولا مارادونا أحرف لا رونالديني مماشي شكرا أشكرك بس بص أنا مارادونا في حتاكه من هنا مارادونا عمي للا ميسي مارادونا مفيش نقص طبعا رقمنا لا لا مارادونا طبعا كاريزما كاريزما وزمن الزمن بص أنا بعتبر ميسي أفضل دريبلر عرفته يعني كورة القدم أفضل دريبلر روا دريبلر شاطر جدا خد بالف钟 أخذ بالك من حاجة مهمة جدا. أخذ بالك من... يعني النقطة دي محدش يقدر يحكم فيها. ميسي لو كان ظهر في فريق وفي جيل غير الجيل اللي كان موجود معاه في البرصة. أنا رأيي أنه كان ممكن جداً ما يبقاش ميسي. ممكن؟ يعني ميسي ظهر في جيل في أسبانيا في كتالونيا. جيل عملاق. بس هي لعبة وات إف دي هتفتح احتمالات. لعبة وات إف ما هو. ده ليه الأرجنتين؟ ده ليه الأرجنتين؟ موجود في الأرجنتين أو ميسي ما أسررش. بس في نفس الوقت ما كانش بيقدم نفس المستوى. كورا اللي بيلعبها معنا. أو نفس الأرقام اللي كان بيقدمها مع برشه. صحيح. لا بس مع الوضع في الاعتبار أنه هو دايماً بيطلع منه في ماتش. هو هيبين في كاس العالم اللي جاية. هيبين. آآآ جدا. يعني كاس العالم اللي جاية دي بالنسبة له هو بيتهيالي أهم تشالنج للموسم ده كله. أهم من الشامبيونز اللي جاية. إحنا في حلقة جاية هنتكلم فيها فقط عن منتخب الأرجنتين عشان الكلمة دي تحديداً. عشان أنا فيه فيه تحليل مش رقمي ولكن تحليل تفني. إحنا هناخد المنتخبات كلها. آآآ طمام. أمش هنسيب المنتخبات. بس أنا بتكلم على فرق الكواليتي اللي كان الأرجنتين عليه قبل ميسي وبعد ميسي. طي. ده اللي بتكلم عليه. ده اللي بتكلم عليه. حلينا نأجل ده الغي اللي كسب عالم. آآآ طبعا. ساريعا بقى نبص على نتاج مبارح كلها سقوط للكبار. أنا عمالة ضيع في الوقت عجب ما نروحش لسقوط الكبار. جرى إيه؟ لابس انت لوحدك يعني تجيت في الزحمة فيمكن الدنيا مش الناسبة يعني يعني السيتي قدام كوبنهاجن او كان فيه نقص عددي لكن برضو في النهاية ده السيتي يا جماعة الناس كانت مستنية حفلة اهداف نتيجة مجرد هلا انه ملعكش شاختار نزل نزل في شوت لا ليه عشان جواردولا بيتحين يورجن كلوب يوم الحد ففي الفودن جان بيعدك ايرلينج هاليند جان بيعدك برضو فاروق مش مبرق يعني ما تفنعني برر ربوري انت بتلعب مع كوبينعienne تبلعب مع مصدر مع الميلانة او بتلعب مع يعني فريق فريق و Williamsي لا ملاعز ان كل الفرق اللي كسب الثلاث ماتشات الاولانية اتعدله شاختار شاختار اتعدل مع الريال شاختار booster شاختار اتعدل مع الريال كسب الثلاث ماتشات الريال أي لاب اعتبر هادام تشيلسي صحيح بشوف فيه ظلم تحكيمي تعرض ليه ال ميلان الميلان قدام تشيلسي خسر بنتيجة اتنصفر باريس قدام بانفيك برضو بعتبرها نتيجة واحد واحد يعني ازاي برضو فالحقيقة والنتيجة دي بتحط ضغوط مضاعفة على يوفي واليوفي 2-0 خسارة خلاص يعتقد خرج خلاص يعني الموضوع بقى صعب جدا بالنسبة لليوفي ان لم يكن مستحيل انا معرفش لا مستحيل خلاص ومحتاج بانفيك يخسر المطين ما ياخدش نقطة واحدك محتاج بانفيك يخسر المطين واليوفي يخسر المطين بتاع باريس وبانفيك وده طبعا انسا ما فيش الكلام ده ميلا يعني ظلم بمناسبة الميلا بس قبل ما اخذش في النتائج ورايتكم السريع جدا عشان هايزة روح برضو لما تشغط النهاردة واحنا اختلاق يا مش اختلافنا كنا بنتكلم في دي بيت قبل الهوى على ضربة الجزاء بتاعت الميلا وانه كنت بقول انها ممكن حكم يحسبها ضربة الجزاء بس ما تستحقش على الاطلاق طرد من وجهة نظري فكان خالد وفالو بيوني ان القانون اتغير وشرحوا لي حاجة كده ما كانش فيه وقت ان انا استعيبها وافهمها فخلينا ايه القانون اللي اتغير ويهه علاقة الفول برا منطقة الجزاء وجوا منطقة الجزاء تحبوا مين يبتدي عشان انا انا اقول لك القانون يالله روح دلوقتي كان فيه حالة في الدور الانجليزي كانت شائكة شوية كانت في المباراة كده يعني كانت حتى لصحف كلها كلمت عليها ان اللعب لو منفرد وهو جوا منطقة الجزاء واتعرض العرقلة سواء او مسك او كانت العرقلة يعني ما بقى مخلفة يعني ما فيهاش تهور او ما فيهاش تعمد للتدخل عنيف تمام فهي مخلفة وحتى لو هو منفرد وتحسب له راكل الجزاء خلاص تبقى مخلفة وانزار ما بقاش فيه العقوبة السلسية اللي موجودة اللي هي الايقاف بعد كده للطرد وطرد اللعيب وضربة جزاء فاتغير القانون بقت انها لو جوا منطقة الجزاء وما بقاش فيه تهور في التدخل او التدخل يستدعي بطاقة حمراء انها تبقى انزار وراكلة جزاء وعشان المباراة لا تحتمل دايما الفيفا رايح للمتعة فانت المباراة مبارح خلاص انت قتلتها في اول 16 ديئة ما بقاش فيها متعة فالقانون تغير لكن الحكم الالماني كان حتى جورجينيو لنفذ راكلة الجزاء وسجلها خرج بعد المباراة قال ان الطرد قاسي جدا الطرد كان غريب بالنسبة له فلو العرقالة كان جورج منطقة الجزاء ساعتها يبقى بطاقة حمراء صريحة وما فيهاش كان حتى العرقالة عادية لو انفراد لو مجرد لمس لو انفراد بالضبط بس هي الفكرة في الموضوع انه هو حكمها بحاجة صغيرة قوي قالك انه طالما انه اللاعب فيه 3 حاجات معايير بيتم الحكم عليها استحواذ اللاعب على الكرة قربه من خط المرمى او من منطقة احراز الهدف وانه استحواذه على الكرة وقربه اه والوضعية بتاعته في مواجهة المرمى التلاتة دولة لو اتحققوا مع بعض حتى لو جوا البانيل تي اريا التلاتة دولة لو اتحققوا مع بعض انه هو مستحوذ على الكرة بشكل سليم وقريب من المرمى وفي وضعية تسمح له بإحراز هدف وواحد من الدفاع تعمد الإعاقة بشكل يمنعه تعمد الإعاقة بشكل يمنعه من إحراز هدف بياخد طالب بس الفكرة ان انا لو بتزحلق على الكرة حتى لو جوا البانيل تي اريا بهدف الوصول للكرة وشنكلت الراجل حتى لو هوا راح انفراد انا باخد انذار عشان العقوبة الثلاثية تلغت لها فكرة ان انا بطرد وبتحسب على فريق ركل الجزاء وبتوقف المطش اللي بعد كده فتي عقوبة ثلاثية العقوبة الثلاثية بتطبق لو هي من برى المنطقة لو انا من برى المنطقة فانا منع على اساس انه من برى المنطقة فرص الهدف اقل فرص الهدف اقل فرص الهدف اقل هنا اغلز العقوبة الادارية وددي له كرته احمر بدل كرته اصفر مع الوضع في الاعتبار انها مش من التي اصلا لا 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 هي فيها عقا بس انا شايف انه بس يا دي الحالة اللي تنطبق عليها التدخل الطبيعي في الكورة انا حتى لو مسيكته طبيعي يعني تدخل طبيعي يعني انا رأيي الفير بتاع الكورة دي تحزيب من الو ماترش وانزور مهمة ما فيش تعمد للإزائج وقاطم ظهركم بقى والقاطم ظهرنا اكتر على فكرة في سير المباراة اللي قاطم ظهرنا اكتر تغيير بيولي باخراج براهيم دياس في عز ما انت محتاج واحد يوصل الخطوط ببعض اخراج براهيم دياس بس هتقل لي كان عندك امل كان عندك فيه اي حاجة هايز اقولك حاجة لو حد عايز يبقى مرجع كده وريفرنس للأداء لو انت بتلاقي فريق منقوس تعمل ايه يتفرج على المباراة دي ويشوف جران بوتر عمل ايه بس يعني لو عايز بقى تفاصيل اقولك عمل ايه ازاي تستحوز على الكورة وازاي لا اقولك حاجة فيه دايما فرق بتبقى ناقصة وبتقدم مباراة كبيرة وبتقدر ترجع في النتيجة لكن انت عشان تمنع الفرق ان هي ترجع في النتيجة وتمنع فرق بعشر لعيبة ان هي تقدي مطش كويس عليك تمام بس الكلام ده المعيار فيه انا اسف له اخرج برا الموضوع المعيار فيه لو تشلسي بلاعب منشستر يونيتد بس لما تلاعب الميلان انه هو اصلا عنده لكو في كواليتي منتشلسي عشان نختب من بارح باخرد اسألك سؤال الميلان فقط فرصه في المجموعة خلاص لا ما اعتقدش لا لا لسه 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 عندك دينامو زغرب وعندك ساليس بورج في ميلانو لا اعرف بس يعني بشوف انه يعني وكو بينهاجن عنده 4 نؤاط كمان الفرة الأخيرة في المجموعة 4 نؤاط وزدينامو زغرب في المركز التاني لا لا مش كو بينهاجن دينامو زغرب دينامو زغرب عنده 4 نؤاط وفي آخر المجموع عمد أربع نوعات نعادي بسرعة واحد كنت بقول وأنا باستعر الجي بي أس وصلاح خساريتهم طبعا من الأسنال إنه الأمل يعني ما حد يقول كرة في الملعب والبطولة موجودة أنا شايف إنه ليفر بول مع بريمير ليج مش السيزن ده خلاص فبتالي هل شايفينه أدعى إنه نركز أكتر بقى في الشامبينز ليج وإنه اللي خسرناه هناك في البريمير ليج نعوضه في الشامبينز ليج ولا شايفين يورجين كلوب يقول لك السنة دي أو السيزن ده مش السيزن بتاع ليفر بول خالد لا يورجين كلوب مش من نوع اللي بيرمي حلو ممكن يلعب على الشامبينز ليج بس هو أعتقد أنه زي ما قلت أنه في الدوري زي ما كان عمل قبل كده مع بروسيا فكرة الترانزيشن إرا إنه خلاصا السيزن ده في الدوري بالضبط فأنا هبدأ أبني لللي جاي بس في الشامبينز ليج لأ هيكمل المنافسة عنده فرصة في الشامبينز ليج ليفر بول لو لعب فرق قوية وعندها آه معروف لأن المشاكل ليفر بول الدفاعية هي موجودة لو لعب فرق زي بي ليه إذا حصلت ليفر بول بشدة السنين يعني محدش يقول لي أنه مانية جماعة يعني مانية ما كانش بالتقل ده ولا بالتأثير ده في فريق زي ليفر بول وكان الحقيقة الفريق فيه سكواد على أعلى مستوى في كل الخطوط عندك لعبة كلاس إيه برجل فندايك أركانتارا صلاح فيلمينيو يعني إيه الهزة اللي حصلت في ليفر بول السنة دي بعيدا عن قصة مانية بساطة ببساطة أن أنت معالكتش الصغرات اللي كانت موجودة في رقيتك وكان بيداريها نجاحات أو مستوى نقول فوق طاقة اللعيبة لكن لما اللعيبة مش هنقول بقى استهلكت بدنيا لكن اللعيبة بعد أكتر من خمس موايس في الطوب فورب طبيعي لا مش تبعد فنيا بدنيا ونفسيا بيقلوا لعب زي أرنولد كان موجود صغراته موجودة في ليفر بول وكان بيتم استغلاله لكن عشان ليفر بول كان فاي كان لعب زي هندرسون موجودة على طول خلف محمد صلاح بيسد الصغرات دي وكان في قمته بدنيا حاليا هندرسون ما بقىش قادر يغطي المساحات دي وحتى هو اتصاب فترة طويلة وما تمش تعويضه لعب زي فنالدوم لما ماشي ما تمش تعويضه باللعب المناسب ونبي كيتا شفنا أنه هو سقجته وما استفدش منها فحاليا أعتقد أن يورجن كلوب ما عملش حساب الفترة دي اللي هي بعد سبع سنين اللي دايما عنده مشكلة فيها وأنا شايف أن يورجن كلوب الموسم بتاعه مع ليفر بول مش هيبقى ناجح وأعتقد أن يوفي حاليا فرصة مثالية ليورجن كلوب أنه يبدأ معاه السبع سنين جداد في يوفينتوس ومشروع في إيطاليا ومشروع بالنسبة له جديد بأن أعتقد أن أليجري مش هيكمل معلش خالد ما تزعجش منه لكن أليجري مش هيكمل عايز رايتكم سريعا جدا خالد ماتش النهارد رينجرز في مواجهة ليوربول وإنتر في مواجهة البرسا أعتقد أن ليوربول فرصته أكبر في مباراة رينجرز رينجرز فرقة على قدها شوية مباراة الإنتر أعتقد أن البرسا ممكن يعمل حاجة انتقاما من المستوى الكارثي اللي عملوا في المباراة اللي فاتت والإنتر يخش المباراة بتحفظ دفاع كبير جدا إن البرسا كان أفضل من الإنتر في الماتش اللي فاتت آه بس ما عرفش يوصل بس ما خلص بس ما عرفش يوصل حتى يعني هو كان أفضل في الاستحوال بس مش أفضل في الخطورة الإنتر لعب الماتش زي ما هو عايز دي مشكلة تشابي بقى فده كارثي بالنسبة لي آه طبعا فده هو هينزل عايز يعود ده بحلول فردية وحلول تكتكاية مختلفة وفي المقابل الإنتر هتحفظ دفاعي أتوقع كبير جدا ضغط كبير جدا على برشلون أتشوف أني فيه مهد لا أكيد بقى أكيد البرسا أكيد البرسا أكيد البرسا لأن رينجرز كمان مش الفرقة زي ما قال خلد إن الفرقة اللي ممكن الواحد يعني يطاقع عنه دي هتبقى اللي بتقلب عليها كل شوية تبص أخبارات آه طلاح كبير الزبط لكن البرسا كمان الضغط كبير جدا لأن البرسا لو خسر أعتقد أنه خلاص فلما يتأهل ويجي من حظه لأنه متوقع أنه هيطلع تاني فيقابل متصدر مجموعة هتقابله فرقة قوية فأعتقد أنهم مش هيقابلوا درسا نحن شوفنا ريال كل السنة اللي فاتت كشوية يفلت من موقعه ويفلت من موقعه ونقول هيخرج في المانية هيخرج في اللي بعد سهلا هيخرج في الديها 95 سهلا مش ممكن يعني نورتوا الدنيا دايما والوقت بيجري معاك وهو شكرا جزيلا على وجودكم معنا إن شاء الله نتقابل الأربع اللي جاي نستمتع بيكم جد خالد عامر وفروع أسام شكرا جزيلا على وجودكم معنا وشكرا لحضراتكم وعلى كل خير نتقابل ونحتفل إن شاء الله ببداية مرحلة جديدة بقى في مشوارنا في دوري أبطال أفريقيا بعد ما نقدم عرض خوي يطمن ويفرح ويسعد كل جماهين نادي الأهلي يوم السبت في مباراة العودة في مواجهة التحدي من السلي بشكر حضراتكم وعلى كل خير دايما نتقابل في السادسة تحياتي لكم